اهلا بكم المشاهدين من جديد فقرتنا الطبية النهاردة المتعلقة بالامراض الجلدية يمكن احنا توقفنا في الحلقة اللي فاتت عند مشكلة الصلع عند الرجال مازلنا مع مشكلة الصلع وظهوره في السيدات ده بيسبب الحقيقة حالة نفسية سيئة جدا ومؤلمة للمرأة بيفقدها كمان تاج جمالها هل كل تساقط شعر بيؤدي للصلع ولا لا؟ هل في استعداد وراثي للمشكلة دي؟ هل الحالة النفسية والحزن ممكن يأثر ولا لا؟ دي كلها ممكن تكون تساؤلات هنحاول نجاوب عليها وهنتكلم كمان على أحدث العلاجات المتبعة وإزاي نجدة حياة بصيلة الشعر أو بصيلة الشعر هنعرف كل التفاصيل من خلال ضفنا الأستاذ الدكتور عاصم فرج أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل اللي من نهارنا ومشرفنا أهلا بيك يا دكتور عاصم الله يخاليك يا شكرا أخبار حضرتك إيه؟ أولا نبارك للأهل معالي احنا دايما بنبدأ الفقرة بالحوار الرياضي الرياضي والقروي وإنبارك للأهل حاجة فرحنا فرحة خصوصا فرحة الآخر تلات دقايق دي أنا خافي ومقفل علينا إحنا لسه عملين قبل الفقرة بنتكلم على إن ده أجمل موتش الزمالك عمله وإن بطولة كانت غالية لده للنادي الأهلي وده كان المكسب الحقيقي لنا كلنا يا عم فرق الزبالك دي أنا بعنشة تتغلب إزاي دي جامدة بشكل رهيبة بس هو بقى ربك لما يريد بس هو الكاس مصري وده اللي احنا دايما بنتكلم فيه ويا رب كده دايما أفرحنا كون مستمر يا دكتور إن شاء الله طيب النهاردة هنتكلم على الصلاة عند السيدات نحن نكلمنا على الصلاة عند الرجال الأسبوع اللي فات هل في فرق ما بين الصلاة عند السيدات والصلاة عند الرجال أه طبع أولا فيه عامل وراثي سنيا مش سكوت شعر هقعد عيدها كذا مش البنت تشتكي إن شعرها بيقع لأ شعرها بيرفع ثنينج ثنينج يعني ايه يعني الشعراية ترفع يعني الشعراية حتى الجماعة في سوريا يقولك استرفعش استرفعش يعني الشعراية رفعش عشان كده يا جماعة الترم بتاع الصلاة الترم بتاع هو ده بالظبط الترم بتاع الصلاة ده حباشيله مش هقوله تاني ليه لأنه هو الشعراية رفعت رفعت فابتدت يبقى فيه أماكن فاضية يبقى فيه حيطة فاضية قدام الشعر بالذات هنا بالظبط دي واللي على الشمال دي الجهاز اللي احنا بنبص بيه اللي هو اسمه ترايكوسكو ترايكو يعني شعر فترايكوسكوب كده بنلاقي الشعراية بقت رفيع جدا أول ما يبقى عندي عشرين المية من الشعر رفيع هؤدية الحالة اللي هي كانوا زمان بيقولوا عليها الصلاة لا مش عايزة أقول عليها الصلاة هي اسمها في ميل باترن هيرلوس تساقط شعر انثوي فيه عامل وراسي قوي عامل وراسي قوي مامتها خالتها عامتها جدتها فوق طيب بس يقول لهم من ناحية الأم لا ما نقول لك كان عامتها عامتها وجد المهم انها ملهات تقول لك من دايما الستي دي جي تقولها من باباها من باباها يا بنتي لا مش باباها باباها يعني يا هو الغلطان لا طبعا دي من ناحية الستات الستات العيلة تقوم جيالها بدري والحتة دي تفضى البنت وهي صغيرة تبتدي تحس انها فضيت الحتة دي فضيت عشان الشعراية رفعت هو ده اللي احنا بنسميه ثنينج او تساقط شعر وده مهمة اوي انثوي انثوي واحد ينسى الكلمة دي وعشانا مش هقول كلمة صالحة لانها غالة بالمناسبة احنا بدي بقنا بنعالجها فانا كل واحدة شعرها كده بنتها من بدري بدري تبتدي تعالجها المرة اللي فات يا دكتور قلنا الشاب مثلا اللي عنده 18 و 20 سنة وعنده تاريخ وراسي يبدأ يروح للدكتور عشان نلحق اللي ما يحصل عندي مشكلة صح هل البنات في نفس الفئة العمرية بتتحرك في السن 18 و 20 تتحرك ليلي ان دايما نلاقي العمل الوراثي يجيبها بدري فهي الأم تقول لك لها ده أنا حصلتلي وانا عنده 40 سنة الكلام ده 45 و 40 سنة تلاقي البنوتة 20 سنة 18 ونلاقي قال ابتدت الدنيا تفضى يبتدوا يعملوا حاجات انا ما عرفش جابوها منين يروشوا يروشوا حاجات سودة كده تملل تملل حتة الفاضلة المنطقة اللي نوارت دي المنطقة اللي نوارت بلاش يعني دي مش بلاش هتعمل مشاكل قد كده انما هنقول تاني بس الرجالة بتعمل كده كل الرجالة في السينما يعني كانت اللقطة علشان دي يقوم مش كده علشان يخبوا دي يقوموا عاملينها بس انما بقى في علاج انا قصدي دي هنا في حاجة اسمها قلدكتون صراحة اقراس انا بقول الاسم العلمي تحت وتحت اشراف طبيب ضروري طبيب الامراض الجلدية لانه هيبتدي يتقل بيها الشعر ايه الحاجة اللي ممكن تبقى مصاحبة هنا ودي مهمة جدا للطبيب انه يبص كويس ايه الحاجة اللي تبقى مصاحبة احنا نلاقي هنا ساعات يطلع لهم شعر لو هي تلع لها شعر هنا بنسميه احنا هيرشوتيزم يعني الشعر تلع في الدق ايه كمان تكيس المبيض يبقى دي مش كده وخلاص لا هل فيها معاها تكيس مبيض ادي واحد هل فيها معاها شعر طالع في الجسم اللي اتنين دول انا مش عايز البنات تتخض ليه مش هد سهلة ده كده ترياد ده ترياد يعني ثلاثة شعر هنا وهنا والتكيس ده على طول بنديها شاف الطبيب حاجة اسمها سبيكتون هتلاقي الدنيا بقت سهلة قوي قوي بس اللي سبيكتون ده عيبه انه شوية يلخبط الدورة فما تيتخضوش وشوية حاجة تانية يوطي الضغط يعني الالدكتون الاسم العلمي يوطي الضغط بس كل حاجة زي الاسبري اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فات ده ما هي دي بقى هتخط ده وده فعندها حاجتين ممكن يهبطوها لما اجي اتكلم على البنات ما حدش من الرجالة ينقش لا دي حالة مختلفة طبعا جانا هنسوح وعايز يارف ايه معلومات يرجع لحلقتنا الاسبري ايوه كويس كده الله ارحبه كان استاذنا نوكتا كان دايما يقولها ان دول غير دول دول غير دول وما فيش داعي لانها بتعمل اللي انا بقوله ده لو الراجل خده هيعمل له مشاكل جنسية ف يا بلاش كلام واضح جدا كلام واضح جدا انا عبتكلم على الستات والبنات عشان كده الاسبكتون ده او الاسم العلم بتاعه الداكتون بيدروخ ويدروخ شويتين الضغط بينزل ولخبط في الدورة فالمهم طبعا ما هماش مع راجل متخصص وفاهم الترياد ده اللي ساعاته يبقى مصاحب معا ايه يلاقوا البنت وهي صغيرة تخمط يعني مالت من فوق كده بقت وده علاجها سهل بقى دي كلها علاجات الصراحة كل ما نلحقها بدري صدق بتنتهي تماما وما يبقاش لها قصر معاها بلازمة ساعاته انا قلتلك على البلازمة دي بنسحب دم ونعمله سنترفيوش وهنا كده وتبتدي هنا تقل الشعر اوي او جروس فاكتور الشعر علاجه بقى عمل نقلات دلوقتي في العالم يعني احنا كنا فين يعني انا انا عن الناس كنت معاصر زمان ما كناش بنعرف نعالج العلاج بتاعنا كان ضعيف جدا انما دلوقتي قال ايه فيه خمس ست طرق لعلاج لحالة واحدة حسب هي عاملة ايه يبقى اول ما بنلاقي الجدة والام الحتة دي فاضية تعالي تعالي لازم ما هي بينة صنع دي يا دكتور نعيد تاني الجزئية دي 18-20 سنة اه تبتدي وتبتدي تعالجها وال ما تعدش تقول انا جات للحاجات دي لما كبرت يا خد استني كبرت ولا صغرت احنا ضروري من بادري يعني ليه من بادري ما نستناش لما المشاكل تبتدي قبل ظهور المشكلة احسن اول ظهور المشكلة احنا عارفين رقم عندنا بس اللي انا لما وردكوا صورة بس هما هما مش هيعرفوا يعملوه انما لو انا عندي اكتر من 20% من الشع رفع ده ده ابتدت تدخل في المشكلة احنا حتى العيان بقينا نقول له ثنينج يعني نقول له عد معايا يبتدي العيان يعد معايا العيانة تعد الله انا كده قللت عن العشري بقيتش عندها مشكلة خلاص بدام قللت عن العشين المية من الشع رفع الشعراية ابتدت تدخل استرفاع الشعر ده اللي هو ثنينج حتى اللغة العربية الصراحة اقوى من الاجنبية قوي اللي هو بنسميها استرفاع الشعر واخد بالك ده فاعل يعني لانه نكمل استرفاع الشعر ان الشعراية ارفع بس احنا بنشوفها هنا ونشوفها هنا هنا وهنا وتقول لك يا سلام هو ده اللي انا كنت عايز اقول هي دي انها بدر خد بالك ده مش كده ده مش عين مجرد على الشمال دي لا هو ده الجهاز الترايكوسكوب وشاشة الحمد لله بس هي اللي على الشمال ده واصب للحلال العليمين ايو بس عن طريق الجهاز جهاز ديرموسكوب فكتب ببين عدد الشعر قد ايه عدد الشعر على فكرة مش كده بس ده نقدر اعرف من اللي على الشمال دي حاجات كتيرة جدا الشعرية قد ايه الرفاية اتنين الفروة الفروة فتحة ولا لأ فيه انيميا ولا لأ من الحاجات اللي مهمة جدا يا هشام هنا ان انا اقدر اعرفها فيه نقص حديد فرو عشان كده من اديله الفرو جلوبين يعني ده الاسم العلمي برضو كل انواع اللي موجودة في السوق للحديد كلها تنفع يعني دي يت هتروحه ضروري الفريتين ده تحليل الناس دي ضروري تحلل الفريتين ليه ضروري تحلل الفريتين اليومين دول فيه بوع بوع كده الفريتين ليه عشان الله يعني ربنا ما الشهنة من الدنيا كلها الكورونا من تحليلاتها المهمة قوي قوي مستوى الفريتين في الدم من الأربع تحليل اللي على طول اللي هي الحديد يعني هو ده اللي مهم مخزون الحديد اللي هو الفريتين يبنى الحاجات اللي بتشكك انه هناك احتمالية لقدر الله الكورونا منها السيرم الفريتين بنلاقيه احنا عادي كده هنلاقيه 30 40 50 50 هو اصلا النورمال كم هو ده من اول 40 50 بس بكل ما يعلى انت عارف مخزون يعني يعني ده الحيطة اللي بيتخزن فيها الحديد لما انا ادي حديد كتير على بالما المخزون ده يطلع للنورمال ده هياخد له كذا شهر اه لا لا الناس فاكر انها في يوم وليلة وبتاع ويب طب لا ده انا بام لمخزون الجسم كله لكن لو جينا عملنا التحليل ولقينا نط في الحاجات اللي هي تلتميات وربعميات لا خطر حزبه بقى هنا خطر خطر ما بقولك وفي حاجة كمان في الحاجات اسمها سيري اكتف بروتين وا 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 المهم يعني انا اعتقد المعامل اليومين دول مش شغلة الا على كده طول النهار تقوم سحبة عاملة الاربع تحليل سحبة عاملة الاربع تحليل وهو ده بس مهيات زي البي سي ار لا ده حاجة تانية يبقى احنا الشعر ودي مهمة اه اللي بقولك والحديد اللي موجود ضروري نعرف قد ايه نسبته من الطبيعي ادي اول حاجة يبقى الصلع ده في عامل وراسي في عامل وراسي وده مهمة جدا بيتعالج اه بيتعالج وبيتعالج بنعمل بلازما وبنعمل من الحاجات الالدكتول دي الاسم العلمي تحت اشراف الطبيب هتلاقي ومعاها بلازما هنا بيتحسن بس لو سمحته الام تجيب بنتها بدري تبقى تجيبها بدري ما تستناش وبدري دي هتلاقي الحكاية بقت حلوة يا دكتور العلاجات ممكن تاخد وقتها دي عارف ان كل حالة بتختلف لا حسب هي جابتها امتا السؤال حلو بس حسب افر دي جابتها بدري او يعني ايه جابتها بدري حلو او لسه الفراغات ابتدت تباه صدقني 3-4 شهور بتلاقيها كويسة او اوي طب لكن هي استنى البكرة مش عارفة ايه الدنيا بطر طيب الحالات المتأخرة اه هي دي بقى بتاخد معنا وقت كتير بتاخد شوية كتير بتاخد لها 8 شهور بس والله برضو مش كتير بالنسبة حالات تانية الدنيا بقولك زمان ما كنا بنفقد الامن انما دلوقتي بقت سهلة يعني سهلة سهلة جدا لكن او حد ينسى التحليل الفريطين لانه الامريكيين كان يقولك انا حب اشوف رقم 75 هم عندهم كده الامريكان بيحبوا يعلوا الفريطين بتاعت يعلوه قوي فهو ده لما يديجي الشعر يدخل ببعايز فريطين وبعد كده هنكمل منوكسديل هنكمل الحاجات دي ده ينفع للرجال اه انا فاكره من الحلقة اللي فاكر ايوه ده ده حاجة مشتركة بس تنفع وفي منها مصري ورخيص ابن حلال طيب دكتور انا فاضلي بس اقل من دقيقة هل الاكستنشن ممكن يعمل مشكلة زي كده هل البواريك اللي بعض السيدات بتلبسة ممكن تعمل مشكلة زي كده الاكستنشن الاكستنشن دي لو فيه مصيبة عملتها الحضارة الصراحة هي الاكستنشن فيه اكستنشن بالكليبسات ايوه عمرك الناس كلها مش هتعرف كلام دي الا ما يجي طب طب على على بنته ولا حاجة على ايه بسامير طلعة الاكستنشن دي بتعمل حفر سكارز وعلاج الفروة اول حاجة فيها ان ما يكونش فيها حفر وده مهمة اول يعني بلاش القصة بتاعت الاكستنشن دي لا 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 الاكستنشن دي بتحكي على مين يعني كل ده مؤثر كل ده مؤثر اه ما انا عشان كده بقول لها انت بتتحكي على مين يعني انت جاي راح تتجوزي طيب انا هلسه هنتكلم على الصلاح وانواعه اللي هو للستات في الوراثي واللي بيجي حديثا ده سهل بإذن الله الاسبوع الجاي على خير يا دكتور بقى ان شاء الله نكمل الحديث بشكرك شكرا جزيلا زي أنا اللي بشكرك ربنا يبرك في حضرتك يا دكتور عاصم فرج أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل بشكروه شكرا جزيلا وبوجه الشكر طبعا لحضراتكم مشاهدينا على حسن وطيب متابعة حلقتنا النهاردة على أمل اللقاء بكرة بإذن الله وحلقة جديدة من صباحة مصر